نتكلم النهاردة عن ملخص فيلم ليفت اللي بتحاول فيه شرطية من الانتربول تقنع اصابة مختصة في سرقة التحف الندرة انهم يسرقوا كمية كبيرة من الذهب اللي بتكون قيمتها نصف مليار دولار السيطرة هيقدر يقوم بالمهمة دي وحتى هيوقفوا عليها تلها نشوفوا فيلمنا بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرز عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول المربع لتحت الدوس عليه وخليه الجدع وبنبدأ الفيلم في المدينة العائمة فينيس الوقت ده كان معمول مزاد كبير على مجموعة من اللوح من المشاركين في المزاد هو سيروس باللاحظ وقتها انه على اتصال بزميله من خلال سماعة موجودة في ادنهم دي كان منهم موجود حوالين البحر اللي بيحيت قاعة الميزان من كل مكان وكانت اول لوحة تتباع لمبتكر العاب مشهور بقيمة 11 مليون دولار ومن الواضح ان سيروس على اكتوبية مش لطيفة حبتين بنتفاجئ وقتها لن انتربول محاصر المكان من كل اتجاه واندمن التحف اللي موجودة هي تحفل الفنان معروف في اسم ان وايت اللي كان دايما معروف انه مجهول الهوية المرة دي بيبدأ يعرض تمثال بتقنية غريبة اللي كان موجود عليه 482 كاميرا اللي عن طريقه هيقدروا يعملوا ملف ان اف تي تهيئة فيديوه هيكون مشابه للوحة الفنان فان جوخ هيكون مدته 30 سنية الفيديو ده هيتصور للبايع اللي هيشتريه وبيفتح سيرس المزاد ب12 مليون تظهر وقتها قائد الانتربول اي بي اللي كانت مستعدة بالفريق بتاحها انها تقبض على سيرس في اي وقت من الواضح كمان ان سيرس عارف انها بترقبه ومش همه وبيبدأ المزاد يعلها لغاية لما بيوصل ل16 مليون بس سيرس بيصمم انه يكسب المزاد وبيعرض 20 مليون وقتها مش بيزود ولا واحد عليه من المنفسين واول لما بيكرروا انهم يباولوا التمثال بتبدأ زميلة سيرس انها ترين جهاز الانذار وفي نفس الوقت بيكون زميله التاني بيجهز نفسه عشان يسرقلوا حد فانجوخ وبصرع بيتحرك سيرس لصاحب التمثال NFT بيحاول يقنعه انه يجعل ياخت معاه عشان ينفزه الصفقة مع بعض لكن وقتها بيكون وصل الانتربول ساعتها بيكون سيرس خد فريقه وخد المركب وبيصيب القاعة واي بي وقتها كانت متأكدة ان سيرس ما عندوش 20 مليون دولار بس لو عايز ياخد التمثال ورموز التفعيل فأكيد لازم يخطف الفنان واول لما تخرج بره القاعة بتشوف فعلا سيرس وهو بيحاول يهرب وباقصة سرعة بتاخد مركب وبتحاول تلحقهم بس سيرس والمساعدين بتاعه بيكونوا عاملين حسابهم بيعملوا انزار حريق واهمي وبتطلع مراكب الاطفاق بتعترض فجأة المركب اللي فيه AB رغم كل ده بتصمم AB انها تاخد مركب تاني وتلحقهم وكانت فعلا قربت خلاص انها توصل لهم بس بيقدر سيرس يخدعها للمرة التانية وبيبدأ ان يشغل حواجز املاقة موجودة في قاع البحر واللي بتحجز اي حد موجود جوا المدينة بعد اللي ما بيقدر هو يهرب منها في اخر لحظة وبتتفاجئ AB بالحواجز قدامها وبنبدأ وقتها نتعرف على افرادها سابت سيرس اللي هو الرئيس وكاميلا السائقة وميسون تبقى الهكر بتاعتهم اما مغنوس بيبقى فتاح الخزن ولك يبقى المهندس وبيوصل وقتها كل الفريق اللي بخيرها فعلا موجودة في عرض البحر ولما بيتأكد صانع التمثال انهم لوحد يوم بيقلها القناعة بعد لما بيتأكد فعلا ان اللي 20 مليون دولار اتحول يلوف الحساب بتاعه وبيبدأ وقتها كلهم يحتفلوا بنجاح الصفقة الجديدة اللي عملوها وفي نفس الوقت بتبدأ AB تحقيقتها واللي بتقدر توصل من خلال الصور اللي سجلتها كاميرات المراقبة ان فيه واحد من دمن المشاركين في المزاد بيمثل انه بيعرج وطبعا ده معناه انه اكيد ورا حاجة وفي تاني يوم بتبدأ كل الصحف ووسائل الاعلام ازيع خبر خطف الفنان صاحب التمثال NFT واللي بيصحى وقتها فعلا على تلفون بيقولولو فيه انه مخطوف بس وقتها بيقول سيروس هو بعد اللي احنا عملناه معك ده حاسس انك مخطوف فكانت اجابته طبعا لا وبيبدأ وقتها سيروس يشرح له طبيعة المهمة اللي عملوها ان هو وصحابه بيقدروا اللوح السمينة عشان كده قدر هو وصحابه انهم يسرقوا لوحد فانجوخ وكمان باحها ب20 مليون دولار واللي عن طريقها يسدد 8 التمثال بتاعه وطبعا السؤال اللي لازم يسألهله قلامة انهم قادرين يدفعوا 8 التمثال في ايه السبب اللي خلاهم يخطفوه وقتها سيروس بيشاول له على لوحة الموناليزة وبيقول له ان دافنش باحها ب20 ألف دولار واللي حافظ لتربواميد سنة محدش يعرف عنها حاجة لغاية لما تسرقت وتعرفت ووقتها تأمانها وصل لـ 860 مليون دولار وبالشكل ده يقدر يفهم الغرض الاساسي من الخطفه بعد البروباجندا والشوق اللي عملو الانتربول واللي خلى التمثال يوصل دلوقتي لـ 89 مليون وطبعا صاحب التمثال نفسه مكانش مصدق ان تمثاله بباع بأغلى من لوحة فانجوخ في وقتها بيعرف سيروس ان في واحد منهم ناقص اللي كان فعلا محجوز وقتها في الانتربول واللي اكتشفته وقتها اي بي وبتدت حقه معاه اللي ابتدت وقتها تساومه وبتقول له انها اكتشفت فشله في التمثيل انها ممكن تلبسه جريمة وترحله من خلالها الامريكا وده هيخليه قضي 20 سنة في السجن ولكن وقتها بيجي لها صندوق غريب ولما بتفتحه وبتلاقي صورها وهي متصورة مع سيروس وقتها بتكرر انها ترجع للندن في اسرع وقت وبنعرف ان دانتون وهو الفرد الفناقص من العصابة واللي بتكرر اي بي انه يجي معها او اللي ما بتوصل اي بي لمبنى المخابرات في لندن بينادي عليها رئيسها في المخابرات وبيفاجئها وبيقول لها انه محتاج يقابل سيروس عشان يارد عليه اتفاق استحاله يرفضه ولما بتسمع اي بي الكلام اللي بيقوله مكادش مسدقه وبتقوله ازاي اتفق مع لص زي ده ده اللي خليها اقعدة عشان يعرفها نتيجة العملية بالزب وبيبدأ يقولها على الارهابي المشهور لاريس يورغارسن واللي سرق كتير من اللوحات الفنية وكمان بيمول كتير اعمال ارهابية وطبعا مش مهم عندهم هيموتوا قدية بس اهم حاجة وما هيجوا من وراهم قدية فلوس هتتحط في الحساب بتاعه وبيبدأ يقولها ان من ضمن جرائمه حادثة الطيارة المشهورة اللي مات فيها 183 شخص وقتها اسهم شركة الطيران دي وقعت في الارض وطبعا اللي اشتراها وقتها هو لاريس وطبعا بعدها باحة بصر وضخمة ويعرفها ان ليه واحد من رجالته موجود جوا المنظمة هو ارسر تيغ اللي بيقدر يعرف منه اللي لاريس اليومين دول شغال مع منظمة الكرسنة ليفارسن اللي بيخططه لهجوم ارهابي كبير على المرافق والسدود او اي حاجة ليها علاقة بالمية ومتصلة بالانترنت طبعا ده معناه انه ممكن يغرقوا بلد كاملة او حتى يعرضوا بلد للجفاف بشكل كامل السبب الاهم من ده كله انه منظمة ليفارسن ردت عليه انها عشان تنفذ له طلباته انها تاخد حقها على شكل دهب وفعلا لاريس ابتدى يحضر لها اجرها بدهب قيمته نصف مليار دولار هينقل الدهب ده من خزنته خلال 17 يوم طبعا هم مش هيقدر يعتردوا لانه قدام الحكومة شخص قانوني دهب ده هيبارة عن سروته بسرعة اي بي بتقدر تفهم انه عايز يستخدم سيرس انه يسرق الدهب ده وهو موجود على الطيارة بس في النهاية بيقدر يقنحها وبيقول لها انها لازم هي كمان تقنعه انه ميرفدش العرض بتاعهم ويوافق بالعملية في تاني يوم بيتفاجئ سيرس باي بي موجودة في فيتو وبتبدأ وقتها تواجهه انها عرفت عملية سرقته للوحة فانجوخ انها كمان قبضت على المشتري فاترف على دانتون ولوك وماغنس بس وقتها سيرس بيحاول يفكرها بالماضي وانهم كانوا على علاقة مع بعض بس في الوقت ده ما كانش يعرف انها عميلة في الانتربول انها كانت في مهمة ومتخفية ببتدى سيرس يقول لها انت جاية تقبض عليها بتقول له اي بي انها جاية تارد عليه اتفاق وبتبدأ تقول له انهم عايزينهم يسرقوا الدهب بقيمة نص مليار دولار ولما بيعرف ان الدهب دهب يخص لارس بيرفض لان بيقول لها ان الشخص ده يقتل اي شخص يحاول يقرب من اعماله او حتى يعطلها بس طبعا اي بي بتحاول توصل مع الحل بتقول له انه ممكن لو وفقه يمحص جله الاجرامي هو والفريق بتاعه بالشكل ده كل واحد يعمل اللي نفسه فيه بشكل حر كانت المفاجأة ان سيرس بيوافق بس بشرط انها هي كمان تكون شريكة معهم في العملية عشان يضمن اللي الانتربول ينفذ لهم كلامهم لما بتوافق انها تشارك معهم بيبدأ يعرض العملية على الفريق بتاعه اللي كانوا معظمهم خايف في البداية بس عشان اي بي يتأكد لهم انها صريحة معهم تبدأ تفرج عن دانتون ويجيبولهم ساعتها بيوافق على المهمة وبتبدأ اي بي تعرض لهم التفاصيل وان الدهب هيبقى موجود على طيارة وان الدهب ده لازم يختفي في الطريق من المصرف للطيارة قبل ما يوصل للايرس بنتيل بعدها لايرلندا وبنتفاجئ ان رجالة لارس قدروا يقبادوا على ايرسر واللي بيقدر يعرف منه اللي الانتربول هارف قصته وبيتدهب اللي عايزها منظمة لي فارسن عشان كده كان عقابه انه يقتله وفي تاني يوم بيبدأ سيرس يعرض على اي بيه انهم لازم يسرقوا الدهب من غير ما لارس يعرف ان دهبوا السرق وده عيتم بالطريقة اللي فكر فيها الفريق بتاعه وهي انهم يسرقوا الطيارة كلها بس فكرة مجنونة شوية بمعنى انهم هيبدلوا الطيارة اللي فيها الدهب بطيارة تانية وقتها بتبدأ ميسون تدور على طيارة فقصته تشبه الطيارة اللي هيتنقل فيها الدهب كانت الطيارة دي من نصيب صانع الالعاب اللي سيرس اساسا مش طيقه وطبعا من الطبيع ان يرفض في البداية انهم يديروا الطيارة خاصة بتاعته خصوصا ان امكانياتها عليها بس بتبدأ اي بيتهددوا بالسلطة اللي معها وده اللي خلاها ياخدهم على الطيارة وبيقولهم ان كل حاجة موجودة فيها بيتحكم بالرموت وخصوصا الشاشة اللي موجودة تحت الطيارة واللي ممكن تارد فيها اي كلمة انت عايزها على طول بينقلوا الطيارة للمغزن بتاعهم وبيبدأوا وقتها يفكر هو والفريق بتاعه ازاي يقدروا يخفو الطيارة دي بطريقة معينة عن الرادار بحيس يقدروا يقربوها من الطيارة اللي موجود فيها الدهب من غير ما اي حد يعرف في الوقت ده بيقولوا مغنس على طريقة اللي يفتح بيها الخزنة اللي موجودة فيها الدهب السبساب الموجات والاهتزاز اللي هيكون في الجو في الخزنة على طول بس سيرس بيقولوا ان الحل بسيط انه يستخدم منصة تسبيت على الاشعة وقتها بينبهر مغنس باختياره وفي نفس الوقت بتبدأ كاملة تتدرب لانها هي اللي هتسوق الطيارة وقتها بيقترح عليها سيرس انهم يستخدموا الكاميرات اللي موجودة على قناع ان اي ان خلال تعديلات التخفي اللي هيعملوها على الطيارة عشان تقدر تتجنب الدوامات الهوائية وتقدر تكون تحت الطيارة في الوقت وكمان بتقدر ميس وانت اخترى جهاز تشويش بس المشكلة الوحيدة ان الجهاز ده شكله زي الكمبيلة وصعب نبقى اندخلوا الطيارة والمشكلة انهم عشان يشغلوا الجهاز في الجو وجوه طيارتين ماشيين بسرعة مختلفة فده هيبقى صعب واكيد اي حد موجود في بورج المرقبة هيلاحظ الاختلاف وعشان كده محتاجين حد جوه البورج يداري اي حاجة بتحصل ووقتها اي بي فعلا كانت عندها الحل بي عندها شخص تعرفه موجود جوه البورج وبتاخد وقتها سيرس وبتحركه لبروكسل وهناك بيقابله هاري اللي شغال في بورج المرقبة واللي كان قاعد على كرسي متحرك ولما بيعرضوا عليه اللي عايزينه منه بيرفض وبيقولهم ان بالشكل ده هيخسر شغله وممكن كمان يتسجن ولما بتقوله اي بي ان الانتربول هيحميه بيرفض وقتها بيتطر سيرس يارد عليه مبلغ مليون دولار اللي هيدفعه من معاه عشان ينفذ العملية ولما بيسمع هاري الرقم بيوافق على طول وبيقولها سيرس انه بيعمل كده عشان ينقذ ملايين من الناس بسبب اللي هتعمله منظمة الكرسنة ليفارسن ووقتها بيتطروا يسيبو هاري لان بيجي اي بي تليفون من الرئيس بتاحها هكسلي وبيكون عايز شوفها هيو سيرس ولما بيروحوا بيقابلوه بيقولهم انهم لقوا جسد ارسارتيغ قرمية في البحر وموجودة جوه ست كياس عشان كده المصرف سرع عملية نقل الدهب لعشر ايام بدل سبعة عشر يوم وطبعا ده مش وقت كافي عشان يجهز فيها سيرس والمعاء ساعتها بيقولهم انه منسحب لانه خايف عليهم بس وقتها هكسلي بيقوله انه لو فكر بس يعمل كده ووقتها هيسحب منه الحصانة وكل العروض اللي عرض عليه وهيبدأ انه يطرد هو والفريق بتاعه في اي مكان وما كانش قدام سيرس غير انه يقولهم انه هيستشير الفريق بتاعه هما ليهم حرية الاختيار وبينتشر وقتها في الاخبار انه فيه فيضان حصل في المدينة بسبب الهجوم الالكتروني للارهابيين اللي مات من خلاله عدد كبير من الناس وقتها بيكون وصل سيرس للفريق بتاعه بيقولهم انهم خلاص بالشكل ده مش ملزمين انهم يشاركوه في العملية وانه على استعداد كمان انه نافذها لوحده لكن وقتها كان اول واحد يرفض هو مغنس وبيقوله انه هيشارك معاه في العملية وكمان بيوافق دانتون بيجي وراه باقي الفريق بيصمموا انهم ما يسيبوه سيرس لوحده سلي كان باين انه متردد هو لوك قس عشان شكله قدامهم بيوافق وبيرجع لاريس يتصل بعض طائف ليفارسن وبيشكرهم عن الفيضان اللي عملوه وبيقولهم انه كان محتاج بس اثبات صغير عشان يدفع لهم المبلغ الكبير ده لان الجهاز اللي اختراهته ميسوين كان يشبه الكمبيلة فوقتها بتقترح عليها اي بي انها تفصصوا الاجزاء عشان يقدروا يدخلوا الطيارة بتخفي الاجزاء دي وتدي لكل واحد فيهم قطعة فعلا بتبدأ تفكوا وبتدي لكل واحد قطعة مخفية جوا الغاز وبيبدأوا كمان يجهزوا الطيارة بجهاز التخفي اللي يخفيها عن الرادار وبييجي الوقت اللي هينفزوا في العملية وبيدخلوا كلهم لنفس الطيارة اللي هيكون موجود فيها الدهب اللي بقيمة نص مليار في الدور اللي تحت قس بيلاحظ سيرس ان لوك مش موجود ولما بيتصل به بيقول له انه لسه موجود في المطار وانه خايف ومش هيقدر يشالك معهم المشكلة الوحيدة ان لوك كان موجود معها قطعة معزز الاشارة عشان كده لازم الطيارتين يقربوا من بعض لمسافة قريبة جدا وبتقول لهم اي بي انها هي اللي هتجمع قطعة الجهاز وتركبها لان اللي كان هيركبه هو كول بتبدأ كاميلة تجهز نفسها وبتتحرك بالطيارة التانية اللي هتبقى مخفية عن الرادار بس بتتفاجئ ميسون ما بتقبل محس عن الركاب اللي موجودين في الطيارة موجود على الطيارة خمس افراد بيرقبوا الشحنة عشان يضمنوا وصلها واول لما بتتحرك الطيارة بيبتدوا كلهم يتحركوا واحد ورد تاني الحمام عشان يسيبوا القطعة اللي معهم جواه وبتدخل اي بي باخر قطعة معها وبتبدأ انها تحاول تركب الجهاز ولما بتخلصوا تركيبه وترفع فوق للاسف بيخبطوا بيقع على الارض وبيتكسر وقتها بيلاحظ سيروس انها تأخرت في الحمام عشان كده بيروحوا وبيخبط عليها وباقصى سرعة بيحاولوا هما الاتنين انهم يركبوا الجهاز قبل ما توصل كاميلة تحت الطيارة وإلا هينكشفوا اللي بتقدر تظبط مكانها بالزبط عن طريق الكاميرات اللي موجودة على اجناحة الطيارة وبصعوبة كبيرة بتقف مكانها بالزبط ولان جهاز التشويش لسه مشتغلش بيظهر عند هاري طيارتين على الرادار وده اللي بتلاحظه صديقته كمان اللي وراه ولما بتجيله وبتحاول تنبيه بيبدأ هاري يقولها ان ده مجرد خلل بيخترق وقتها فكرة غريبة وبيبدأ يقولها انها يشتكي للموارد البشرية لانه مش معنى ان موجود على كرسي متحرك يبقى ضعيف وكل الكرارات اللي بياخدها هتبقى مشكوك فيها وده اللي بيخلي زملته فجأة تعتذر لي وبتقوله انها مش اصداكد فجأة بيظهر على الرادار طيارة واحدة بس بيقولها هاري شفتي انا عندي حق ده بيتم بعدما سيرش شغل الجهاز وبيبدأ وقتها هاري يوجه الطيار اللي موجود فيها الدهب المكان اللي متفقين عليه مع سيرش حجت ان المطار اللي رايحينه هيبقى موجود فيها عاصفة ولازم يغيروا اتجاهه فعلا بيوافق الطيار وبيغير اتجاهه اول لما هاري بيبلك كاملة بتبدأ تبعث الطيارة من غير طيار عشان تكمل هي رحلتها بدل الطيارة الاساسية اللي عليها الدهب طبعا اول لما بيسمع رجال تلارس اللي على الطيارة باللي حصل بيبدأوا انهم يجاهزوا نفسهم بالاسلحة اللي مركبينها بطريقة محدش يكتشفها طبعا وقتها بينزل ماغنوس تحت للخزنة وبيبدأ يجاهز نفسه عشان يفتحها وفي نفس الوقت بيشوف سيرش كل التحرقات الغريبة في الطيارة اللي بيبدأوا فعلا يهددوا انهم لازم يتحركوا للمطار اللي كانوا رايحينه بسرعة بيبدأ سيرش يتحرك ويعتردهم بصعوبة كبيرة بيبدأ يتخلص منهم هيواء اي بي سفي الوقت ده بيكون ماغنوس قدر يفتح الخزنة ولما بيحاول سيرش انه ينزله بيلاقي واحد من رجالة العصابة ساعتها بيكونوا وصلوا المطار اللي في جبال القلب وبيتكون وراهم كمان كاميلة وبتنزل نفس المطار وللأسف بيسيطروا على الطيارة مرة تانية وبيتصلوا بلارس وبيقولوله على اللي حصل اللي بيقولوا وقتها انه يجي بالذهب واللصوص للمكان بتاعه وبيبدأوا فعلا انهم ينقلوا كل الدهب اللي موجود في الطيارة جوة طيارة لسيقها كاميليا يفكروا انهم يخففوا الحمولة عن طريق انهم يقتلوا ماغنوس في الوقت ده بيعرف هكسلي باللي حصل لما بتبدأ كاميلة تيتير بالطيارة بيجي بالها فكرة وبتبدأ انها تلف الطيارة بسرعة غريبة عشان تبدأ تتخلص من كل التعديلات اللي موجودة على الطيارة في الوقت ده تبدأ الطيارة مكشوفة لأي ربورج مرابع وفي نفس الوقت بيقدر ماغنوس يتخلص من اللي كان يقتله في الوقت ده بيقدر هكسلي يحدد مكان الطيارة لانهم مش هيقدروا يسيطر على الدهب اللي موجود في الطيارة لانه قانوني فوقتها بيفكر هكسلي انه يتصل بالناتو يقول لهم ان في طيارة مجهولة في الجو وممكن تكون ارهابية لازم يتحركوا بطيارات عسكرية ليها ويوقعوها وقتها ما كانش هاموا ان تكون ايه بيه على الطيارة ولا لا بس اما حاجة ان الدهب ما يوصلش للاريس في نفس الوقت بيوصل اعضاء لفارسن للاريس ويقول لهم ان الخطة تغيرت والدهب هيوصل لهم للمكان اللي هم فيه ساعتها هيحزفوا ليه اي رصيد ليه في البنوك اللي حوالين العالم ده هيقدروا يعملوه في ثواني وده السبب الاساسي اللي بيخلي كل تعملاتهم بالدهب انه مش بيخضع للكرسنة للاسف تكون وصلت الطيارتين اللي هيفجروا الطيارة لما بيحاولوا انهم يتواصلوا مع الطيارة مفيش اي حد بيرد عليهم وقتها بحاول هاري يفاهمهم ان الطيارة دي خاصة وعليها ناس مدنيين ولما بيوصل الكلام لهكسلي بيقولهم ان المعلومة دي مش اكيدة سيلاكيد ان الطيارة دي لو وصلت لمكانها هيموت عدد كبير من الناس وعشان كده بيرجع يديهم امر انهم يوقعوا الطيارة وفعلا في الوقت اللي كانت بتجاهز فيه الطيارات العسكرية انهم يضربوها بالسواريخ فبيبدأ سيروس انه يفكر وبتساعده اي بي انها تستخدم الريموت وتكتب على الشاشة اللي تحت الطيارة ان الطيارة عليها مدنيين لما بتعرف كاملة بتلف الطيارة بشكل كامل وبتقدر الطيارات العسكرية تقرأ الرسالة ان فيه رهائم مدنيين وقتها القائب بيديهم امر بالانسحاب فورا بيقدر سيروس انه يتخلص من العصابة اللي موجودين على الطيارة قس للأسف ده كان متاخر لانهم وصلوا في المكان اللي فيه لاريس ويقدروا ينزلوا بالطيارة قبل ما تتفجر طبعا بيبدأ لاريس يثبتهم بالرجال اللي معاه بسرعة بيبدأ سيروس يفكر وبيدي اشارة لما يسون اول لما بيشوف الكاميرات اللي على جناحة الطيارة اللي كانت لسه موجودة وما تشالتش وبتبدأ وقتها رئيسة منظمة اللي فارسن تقول لاريس يفيه واحد من الموجودين عضو في الانتربول وجي الوقت انها لازم تمشي اس وقتها بيدرب على لاريس في رجلها ولما بترفض انها تكامل معاه بيكرر انه يقتلها بعدها بيحاول يعرف منهم مين عضو الانتربول وبيضطر سيروس يضحي بنفسه وبيقوله انه هو عميل الانتربول اللي موجودين معاه مدنيين واول لما بيحاول لاريس انه يقتله بتبدأ وقتها الشرطة انها تحاصر المكان من كل اتجاه وبيبدأ وقتها لاريس يدافع عن نفسه ويقولهم ان الدخلاء الدول اقتحموا ملكياته الخاصة بس وقتها بيفجأ سيروس وبيقوله ان كل اللي حصل ما بينهم بتصور على الشاشة اللي موجودة في الطيارة وده طبعا دليل كافي انهم يقبضوا عليه ولما بتعرف اي بي ان هاكسلي هو اللي كان مصمم ان الطيارة يفجروها بتكرر وقتها انها تروح له بتدربه وكمان بتقوله انها تستقيل وكمان بتروح لسيروس وبتقوله انها تيجي معاه وبعد اللي حصل بكذا اسبوع بيكرر سيروس انه يعترف لأي بي بحبه ليها انه مش قادر يستغنى عنها انه مش مستعد يخسرها مرة تانية انه كمان فيه سير صغير كده مخبي عنها وهي انهم في الحقيقة سرقوا الدهب انه كان موجود خطتين والخطة اللي ما تعرفهاش انهم في الوقت اللي كانوا مشغولين فيه بيجن دهاري فكان ماغنس وقتها مشغول انه يدهن مئات السبايك من الحديد بالدهب اللي كانت موجودة بنفس الطيارة بس في سنديق خشبية لما كانوا هما موجودين فوق بيقتلوا رجالة لاريس فكان ماغنس تحت بيبادل السنديق بيبعد السندوق الحقيقي اللي فيه الدهب في الجو كان لوك هو اللي مستني السندوق تحته هو كمان اللي بيحرقه لما بيكتشف هكسي الحقيقة بيينصدم في الوقت ده بيكون وصل للمكان اللي بيقابل فيه باقي الفريق وبيده الابيك كنترول اللي هتطلع بيه الدهب اللي كان موجود تحت المياه والشكل ده بتنضم اابيك عضوة جديدة في الفريق بتاعهم وبس كده سيدي اهدمتم في امان الله كل الوصل الاخر انتوا احلى واجدع ناس اشتركوا في القناة